العدوان الصهيوني على قطاع غزة فلسطين اظن تقريبا احنا 193 يوم لو انا حسب بالمظبوط يعني لكن في 193 يوم دول لازم نبص على كشف حساب محدد مش هكلمك على الجهود المصري يعني دي هنتكلم فيها دايما امبارح اول امبارح من شهر واثنين وثلاثة وما الى ذلك وهنستمر في الحديث عن الجهود المصرية مش هقولك حتى بعد انجلاء هذه الازمة ولكن لحين باذن الله يا رب في اعمارنا وفي حياتنا جميعا احنا نشهد قيام الدولة الفلسطينية طبقا ليه رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطرحه الواضح امام المجتمع الدولي لكن انا عايز اكلمك على كشف حساب متعلق بالازمات خد بالك من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي هتقول لي ان هي ازمات هل هي الازمة المتعلقة بالعدوان اقولك لا هو العدوان هو عدوان مش هواش مجرد ازمة يعني راهنة يمر بيها الاقليم او تمر بيها الاراضي الفلسطينية لكن في ازمات في النص طول الوقت بتحصل ويمكن تكون هذه الازمات فبعضها مختلق فبعضها ممكن تبقى وليدة احداث لكن لو جيت شفت الازمات اللي متعلقة تحديدا بها دلعدوان فهتلاقي ان عندنا ازمة يمكن الاخيرة وهي المتعلقة بالازمة الايرانية الاسرائيلية لو صح التعبير الهجوم او العملية اللي نفذتها اسرائيل تجاه القنصلية الايرانية في سوريا ثم الرد الايراني على هذا الهجوم تجاه الكيان قصوين المحتلبة مجموعة من المسيرات اللي ضربت مجموعة من الاهداف هناك في دولة الاحتلال طيب يجي هنا بقى سؤال مهم جدا مين اللي ممكن يكون مستفيد من وراء يمكن الازمة الاخيرة او الموقف الاخير طبعا المستفيد الاول والرئيسي في الحالة اللي زي كده او الكيان الصهيون المحتل للاراضي العربية في اطراف اخرى ممكن تبقى يعني مستفيدة ولكن ما هيش شريك في خلق هذه الازمة هل الحكومة اذا صح تعبير حكومة الحرب اللي موجودة في الكيان الصهيوني هي متعمدة تروح تضرب القنصلية الايرانية او لا لا ده سؤال لازم يضطرح ولازم نفكر فيه ما هو احنا هنا بنتكلم على عدوان طيب هذا العدوان الاول كان بيلقى جزء منه ترحيب للأسف الشديد من المجتمع الدولي من اوروبا ومن الامريكان ثم بعد ذلك اصبح بيلقى صمت قبلك التطور ثم بعد ذلك اصبح بيلقى شجب وتنديد وفي تفكير لدى بعض الحكومات لاتخاذ شيء من الاجراءات غير جلسات مجلس الامن الكتير غير تصرحات واشنطن تحديدا في البيت الابيض ما بين احيانا انه صمت احيانا انه طيب احنا لازم نقض اجراء يعني في عندهم تصرحات تبدو في بعض الاحوال متضربة وصعب بتلاقي تضاربات ما بين تصرحات واشنطن البيت الابيض تحديدا وتصرحات البنتجون لكن بالتأكيد ان بن يمين نتنياهو وحكومته وهي الحكومة الاكثر تطرفا وتعنتا وتشددا وارهابا في تاريخ هذه الدولة منذ قيامها سنة 48 لحد دلوقتي هذا كلام لا يقبل اي شك ولا اي تأويل ولا تصح حتى مناقشته لانه اصبح موجود وكأنه قاعدة من القواعد العلمية الناس دي مجاش في اجرامهم قبل كده طيب هل الناس دي من مصلحتها اطالة امد الحرب قدر الاستطاعة طبعا مفيش خلاف فلو انه جينا بصينا على الضربة اللي توجهت لقص القنصلية الايرانية لازم هنا تقعد تفكر لانه هو واقف في موقف يبدو ستاجننت يبدو راكد على الاراضي الفلسطينية يبدو ذلك هو بيعمل ضربات المقاومة بترد من الناحية التانية الى اخيره واقف عند الحتة بتاعة رفح وطول الوقت عاوز يهدد به اجتياح رفح لكنه الان متردد خايف من الاخر خايف من مصر طيب يبقى مصر عمليا هي لمقافة اجتياح رفح حتى هذه اللحظة مصر عمليا هي اللي قلبت الموقف الدولي من حالة التأييد لإسرائيل وصولا الى اللي احنا وقفين في حالة الشجب والتنديد واللي اعترف بانه بيقوموا بعمليات إبادة جماعية وانه هما في موقف غير متوازن وانه هناك كلب مكيالين في التعامل مع إسرائيل خاصة في ظن الموقف الخاص بالعدوان من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة يبقى مصر مسؤولة عن تغيير وجهة النظر الدولية بخصوص القضية الفلسطينية ده طبعا مش هقولك بس انه هي مصر واحدة من أكبر الشركاء في مسألة عامية السلام لا انا بقولك هو مصر هي المسؤولة الأول والرئيسي عن تغيير وجهة النظر الدولي طيب يحصل القصة بتاعت إيران إسرائيل فتصبح مصر هنا مش هقولك وقعة بين الشقية الرح اطلاقا مصر مش وقعة بين الشقية الرح مصر هي الطرف النزيه الوحيد مش هقولك الأكتر نزيه النزيه الوحيد اللي مستعد إنه يشتغل على توفيق وجهة نظر أو تهدئة أوضاع ما بين الطرفين ما بين طهران وما بين تل قبيب طيب هل مجلس الحرب الإسرائيلي منعقد بصفة دائمة في إسرائيل دلوقتي واللي بيهدد بإنه قد نقوم بضربات للرد أو ضربات تجاه الأهداف النووية اللي موجودة في إيران أنا بقولك ده طق حنك طق حنك ما يقدرش لأنه إسرائيل عارفة كويس إنها لو أقدمت على هذه الخطوة إيران مش هتزكت فهتقدم على خطوات لو صح التعبير أكثر جدية تجاه تل قبيب العملية بتاعة الدرون دي حاجة في البسيط حفظ ماء الوجه ردش عارف كده زي ما بيتقال أنت ضربت الأنصلية وأنا طلعت الدرونز والحد كده خلويس وهم قالوا إحنا بلغنا الأمريكان وأمريكان قالوا أيوه إحنا تبلغنا وكل حاجة بقى تمام كل الأوراق متستفق قدام المجتمع الدولي عشان كده أنا بقولك المجتمع الدولي ليس بالنزاهة التي يتصورها البعض أو كيفما يحاول البعض أنه يصور لنا الطرف النزيه الوحيد في هذا المجتمع الدولي كله هي القاهرة الوحيد اللي مش عايز أي حاجة على الإطلاق تصب في مصلحته المباشرة لأنه مصلحته الحقيقة أن المنطقة تهدأ بس مصر مش عايزة حاجة غير هدوء هذا الإقليم فقط لأسباب الأمن القومي للأسباب الاقتصادية للأسباب السياسية للأسباب الإنسانية لكل الأسباب اللي ممكن تيجي على بالك مصر مش عايزة غير كده لا عايزة حاجة من دول ولا عايزة حاجة من دول عايزة الدنيا تهدأ ليه؟ لأن أنا عايزة فوق أنا كمان أنا كبلد عايزة فوق بقى عايزة أقولك كده عايزة لتفت لمذاكرتي عايزة التفت لأكل عيشي أنا عايزة التفت لكل الملفات الخاصة بي أنا كدولة بعيدا عن كل هذا الصداع الإقليمي المستمر طيب هل هذا الصداع يؤرق القاهرة لا هو أكتر عاصمة تؤرقها هذه الصداعات في القاهرة لأنها كلها بتصب عند القاهرة في النهاية أنت شفت حجم الاتصالات حجم الزيارات اللي جات للقاهرة من زعماء العالم وقادته ورؤساء وزاراته وملوكه وأمراءه للقاهرة لمقابلة رئيس السيسي للتباحث فلازم الوضع الإيراني الإسرائيلي ده يهدى لازم وإلا هتتجر المنطقة لنفق مظلم لا نهاية له على الإطلاق ولسنين جاية ما هياش بقى شهر واثنين وثلاثة تبتتكلم في سنين لو جيت بسيط على الخريطة دي فلسطين ودي إيران الخط ده كله يشتعل لما تيجي تشوف العواصم الخليجية في تصريحاتها إحنا قلقانين من أنه يحصل حاجة لأنه ده بالطبع هيؤثر عنينا بشكل مباشر هيؤثر على الخليج طبعا بشكل مباشر ده مما لا شكل فيه طبعا تبتكلم هنا أنه دول على خط النار دول على الحدود بينه وبين إيران الخليج العربي وبالتالي إطلاق النار المتبادل اللي لقدر الله إذا حصل هيدور الخليج كله هل حد عايز كده إطلاقا؟ ترجمة نانسي قنقر